قبل ما تكلم عن المباراة، ممكن النهاردة كان آخر مباراة دور المجموعات خلاص تحددت الـ 8 فرق اللي هتصعد وتحدد مين ممكن يلعب النادي الأهلي سواء الترجي، التونسي أو نادي سيمبة أو مازمبي هو واحد من التواني وطبعاً الرابع معهم ينجي أفريكانز اللي هو في مجموعة النادي الأهلي فأكيد مش يواجه النادي الأهلي فيه الدور اللي جاي طيب، رقمياً علشان بشوف شوية تحفظ على أداء النادي الأهلي في دور المجموعات رغم الأهلي تصدر المجموعة جيلك في حتة التصدر دي عشان بقي فيها تفاقد وتشاؤم للأسف بمعلومة غلط للأسف بمعلومة غلط فخلينا نروح الأول للأرقام لكل الفرق اللي صعدت من أحسن فرق رقمياً في شوية حاجات كده بعد ما خلصت دور بالكامل بكل الفرق اللي صعدت الأهلي سانداونز بيتر أتليتكو أسكا متصدرين ويانج أفريكانز يعرضوا شباب الأرقام اللي بيولوا على جيمي يانج أفريكانز وسيمبا والتراجيو مزيمبي الفرق اللي طلعت تواني تعال نشوف مين أكتر فريق صرع فرص الناس بتكلم على الكرة الجميلة بتاعت سانداونز وغيره تعال نشوف الأكثر في صناعة الفرص المحققة هو النادي الأهلي ب16 فرصة يليه سيمبا ب18 فرصة يليه سيمبا ب16 بيراميز 16 أسك 13 11 فرصة بالتساوى مع يانج أفريكانز لسانداونز الناس بتكلم على صناعة الفرص والكرة الجميلة بتاعت سانداونز اللي بعده لما تيجي تتكلم كمان على المسبق الأرقام اللي فاتت دي كان فيه رقم لازم نقف عنده شوية هروح لك هروح لك لي بتاع بيرامدز هروح لك حاضر أكتر فريق لمس الكرة داخل منطقة الجزاء الخصم أنا بتكلم هنا على دوميناشن على سيطرة على مجردات الأمور بتكلم على الأهلي 155 لمسة اللي بعدها على طول سانداونز 142 التالي بيرامدز هتوقف برضو تاني عند ال138 بتاع بيرامدز أعسك ميموزا 129 ينجي أفريكانز 122 اللي بعده اللي بعده أكتر فريق قدر أنه في الصراعات الصناعية في التلت الدفاعي لملعب المنافس قدر ياخد الكرة بمعدل 4.5 في المباراة الوحدة للنادي الأهلي يليه 4.4 والرقم ده وقفنا عند حاجة مهمة جدا الضغط العكسي الممتاز اللي بيعمله النادي الأهلي حتى ومش أفضل حالاته أنه بيقدر يستعيد الكرة تاني في الصراعات الصناعية في التلت الأخير من ملعبه الأول ليه ملعب المنافس في المركز 11 كانت سانداونز مقدرش ياخد الكرة في التلت الدفاعي بتاع الخصم غير بمعدل 3 مرات بالتساوي مع ينجي أفريكانز آخر مجموعة من الأرقام معنا هي بالطبع الأكثر إضاعة للفرص المحققة هو الأهلي بـ 14 بالتساوي مع بيراميدز وفي المركز كده بيراميدز واضحت الإحصائيات واضحت تماما أرقام بيراميدز الأكثر صناع في الفرص بيراميدز في المركز التالت كل الفرق دي صعدت لدور الثمانية وفي كل الأرقام كل الفرق صعدت إلا بيراميدز إلا بيراميدز طب ده يقولك إيه بقى إيه بقى واحد مفيش شخصية أه اتنين في مشكلة مش بس فنية تهديفين أنا غيرتوا مدربين وعندي واحد من أفضل القوائم كسكواد في أفريقيا مش في الدوري وعندي عناصر خبر وعندي عناصر صغيرة طب إيه المشكلة؟ مشكلة هي مشكلة إدارية بحتة دوافع وتجديد الدوافع هي مشكلة مدير فني بالمشاركة مع الإدارة والدوافع دي بتتجدد مش بس ماليا بتتجدد بأن أنا دايما بحط له محافز بعمل اللايحة بتاعتي بشكل يخلي اللعبة دايما تحت ضغط طالما أنا ما عنديش جمهور ما الضغط ده بيجي منه الجمهور رقم واحد رقم اثنين من اللايحة المالية ترجمة نانسي قنقر